موسيقى توصل مجلس الامن التابع للامم المتحدة الى اتفاق نادر بشأن سوريا حيث اصدر بيانا غير ملزما رفض فيه العنف المتصاعد في سوريا واكد على وجوب انهائه فورا بالاضافة الى العمل على حماية قواف المساعدات التي تدخل الى سوريا وتوزيعها على المدنيين وخفض مستويات العنف ووقف سفك الدماء والتزام الاطراف تجاه حماية المدنيين وهي جميعها مطالب دعت اليها وكيلة الامين العام للامم المتحدة ومنصقة شئون الاغاثة الطريقة فلاري اموس مجلس الامن الدولي امس مطالب اموس جاءت خلال جلسة مفتوحة في مجلس الامن تم خلالها تقديم مرخص عن عمليات الامم المتحدة لاغاثة اللاجئين في سوريا اشار خلالها المتحدثون من مسؤولي وكالات الامم المتحدة عن مخاطر جمع توجه العاملين في تلك القوافل جل هذه المشاكل يفتعلها النظام لاعاقة وصول المساعدات الى المحتاجين في جميع المناطق في سوريا وبسبب جرائم حرب ضد المدنيين في سوريا خصوصا شيوع عمليات الاغتصاب التي تؤدي في كثير من الحالات الى الانتحار حضت المبعوثة الخاصة للامين العام في مسألة العنف الجنسي زينب بنغورا حضت بشار الاسد باشد العبارات على ضمان المعاملة الانسانية لجميع المعتقلين في سجون النظام بما يتوافق مع حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي وجددت دعوتها له بالتحقيق في جميع الادعاءات بارتكاب العنف الجنسي ومحاسبة كل جنات بدورها مساعدت لتدعو مجلس الامن الى التحرك لوقف العنف الوحشي ضد الشعب الذي جعل من 6 ملايين و800 الف نسمة بحاجة للمساعدات ومن 4 ملايين و250 الف نازح ونحو مليون و300 الف لاجئين في البلدان المجاورة لسوريا المحللون هنا يتساءلون عما اذا كان العمل من اجل حل الازمة سياسيا في سوريا هو ما يطغى بالفعل على التزامات المجتمع الدولي تجاه الوضع الانساني الذي يوصف بالكارثية وان كان كذلك الى اي اجل سيبقى المدنيون يدفعون ثمن الفشل في انهاء الازمة ترجمة نانسي قنقر